اشتركوا في القناة ملك البلاد المعظم وأخي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظهم الله ورحب المجلس في هذا الصدد بالزيارة الرسمية بدعوة من جلالة الملك المعظم لصاحب الجلالة سلطان عمان إلى مملكة البحرين وبأهميتها على صعيد دعم التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجلات بعدها شاد المجلس بعمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما وصلت إليه من مستويات متقدمة مستعرضا في هذا الصدد نتائج اجتماع الدورة العاشرة للجنة الوزرية العليا المشتركة بين البلدين والتي عقدت بمملكة البحرين مؤخرا على صعيد الدفع بمسارات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجلات بعدها وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عبده الله بتبني المشاريع التي تكفل زيادة تحسين سيابية الحركة المرورية بمملكة البحرين وكلف سموه وزارة الأشغال باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وقد وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الأشغال بشأن عدد من مشاريع تطوير الطرق بعد ذلك هنأ المجلس الأمم المتحدة بنسبة يوم الأمم المتحدة مؤكدا المجلس على همية مبادئ وقيم الأمم المتحدة اشتركوا في القناة بعد ذلك قرر المجلس مايلي أولا الموافقة على المذكرة التالية مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن تتشين وتطوير عدد من الخدمات الحكومية تنفيذا لخطة عادة هندسة الإجراءات لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بعدها استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية وتوازن المالي بشأن تطور أداء المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من العام 2022 والتي أظهرت تسجيل المؤشرات الاقتصادية مستويات إيجابية مرتفعة الأمر الذي يعكس ما تم بذله من جهود كبيرة وما اتسم به العمل من روح الفريق الواحد في تنفيذ أولويات وبرامج التنمية الاقتصادية ومنها خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي كما استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة سجلات وتواصل وبنايات للفترة من يوليو لغاية أكتوبر 2022 بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين وقد ظهرت المذكرة مستويات متطورة من الأداء في نظام تواصل حيث تعاملت 52 جهة حكومية مع أكثر من 58 ألف مقترح واستفسار وشكوى خلال الفترة من يوليو لغاية أكتوبر 2022 تم الالتزام فيها بعدم تجاوز الوقت المحدد للرد بنسبة 99.5% وفيما يتعلق بنظام بنايات فقد تم تلقي 459 طلبا لم تتجاوز أي معاملة منها الوقت المحدد لاتفاقية مستوى الخدمة وعلى صعيد نظام السجلات تم تلقي 50.854 طلبا تم الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99% بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ونتائج الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمشاركة في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك وتقرير سعادة وزير الصناعة والتجارة حول نتائج عدد من اللقاءات والاجتماعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمشاركة في أعمال الدورة السابعة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمشاركة في الاجتماع الثامن لنجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والمؤتمر الخامس والثمانين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون اشتركوا في القناة